اذا كان عملك يشكل خطرا محتملا لك ولزملاء عملك أو آخرين يعملون قريبا أو إذا كانت نشاطات هؤلاء الأشخاص قد تؤثر علي ربما ستحتاج تصريحا للعمل تصريح العمل يجب أن يتضمن تقييما واضحا للسلامة مع ذكر كل المخاطر وإجراءات السلامة ويجب أن يكون متوفرا في موقع العمل تذكر أن تأخذ بعين الاعتبار أي أعمال أخرى قريبة التي قد تكون قائمة في نفس الوقت قبل بداية العمل يجب أن يعلم الجميع ماذا عليهم أن يفعلوا ويجب أن يكونوا مدركين للتعليمات الموجودة في تصريح العمل كل المشاركين يجب أن يتبعوا التعليمات وإجراءات السلامة وخلال القيام بالعمل يجب مراجعة تصريح العمل باستمرار عن طريق الشخص المسؤول خصوصا إن كانت هناك تغيرات مثل تبادل نوبات العمل الأسئلة التي يجب توجيهها هي هل مزالت ضرورية؟ هل يفهمها أطراف العمل؟ هل تعليماتها واضحة ويمكن اتباعها؟ هل تغير شيء منذ إصدارها مثل الطقس؟ هل انتهت صلاحيتها؟ ربما ستحتاج لتصريح عمل من أجل لحام وقطع المعادن والحرق والعمل في أنظمة تتضمن طاقة الهربائية أو ميكانيكية مخزنة ستحتاج تصريح عمل إن كان عملك يتضمن العمل في منطقة مغلقة خصوصا لذا كانت دخول أو الخروج صعبا وذا كانت التهوية وحركة الهواء سيئة نشاطات خطيرة أخرى قد تحتاج لتصريح عمل من ضمنها الغطس العمل في المرتفعات العمل في الخنادق أو فوق الماء وأعمال تتضمن مواد خطرة أو سامة أو مواد قابلة للاحتراق أو مشاعة أو متفجرة ونفس الشيء ينطبق على كل أعمال رصد المخاطر وأنظمات الإنذار وأنظمات الحماية من الحرائق هل أنت مستعد؟